لدينا حاجة تتجاوز الأربعين ألف قطعة في المحافظة حقيقة إعطاء ألف هنا وتترك لك عشر تالاف مو أعتقد مو حل ذهبنا إلى مقاطعة مهمة هذه المقاطعة اشتركت بها وزارات ووزرائنا أشكرهم شكر كبير وزير التربية وزير البلديات الأخت وزيرة المالية وبإشراف ومتابعة وإعاز مباشر من دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء حضرت في لقاء كان خاص معه وأعطيت بعض همومنا في المحافظة ومنهم من قطع الأراضي سألني ما هو الحل قلت لهذا الحل أعطاني موافقة مباشرة ومعها هامش بسطر كامل انطلقنا في نحو هذه المقاطعة المقاطعة كانت تابعة أو كانت لوزارة المالية ومخصصة لوزارة التربية الآن السند يقرأ وزارة المالية بعد إجراءات إدارية أكملنا أنه صارت لوزارة المالية وزارة المالية حتى تنطينيها حسب قانون 80 يعني مجانا حتى نوزحها إلى مستحقيها ببلاش يعني بدون مجاني إحنا نوزحها ذهبنا إلى أنه نوسع تصميم قضاء المجد هذه واحد راح يسأل يقول ليش قضاء المجد وهي تبعد عن السماوة 1200 متر يعني كيلو ربع نقول حتى نستوعب كل أبناء المحافظة في السماوة ما قدر أنطل ابن الرموثة بينما إذا سميتها مجد أنطل ابن الرموثة وهذا بتفصيل يسمونه نقل فائدة بالنتيجة انطلقنا إلى نحو توسعة التصميم اشترك بتوسعة التصميم نحن ودوائرنا الخدمية ومجلس المحافظة الموقر أيضا باعتبار الجهة قررت هذه التوسعة وانطلقنا إلى معالي وزير البلديات الذي كان مهتما وصادق معنا الآن لدينا مصادقة للمحافظة ومجلسها الموقر والوزارات المعنية باقي خطوة واحدة فقط بأنه نعنطي أولياتنا لعقارات الدولة حتى تهبنا هذه القطعة ونذهب إلى فرز حقيقة هذه المدينة اعتبرها المدينة لموذجية أطلقنا عليها مدينة وليست حي أو منطقة باعتبارها ستضم عدد من الأحياء في داخلها كحي الدفاع حي الداخلية حي التربية حي العدل وكل شرائح المجتمع ونحن مواضون بأنه المتقاعد والله يشافي أخواننا وأهلنا من ذوي الأمراض المزمنة خصوصا الأمراض الخطيرة كالسرطان وغيرها وكل شرائح المجتمع نسعى إلى أنه نصفر هذا الاحتياج نحتاج أنه نتشارك ونتضامن بهذا الإنجاز كي يكون بخدمة المحافظة شكرا